أحياناً تروح الزوايا مش تخصك يعني مثلاً بس حقك أنت حر يعني مثلاً أعطونا فيديو وانتقاد مسرحية مدرسة المشاغبين إذا سمحتوا وعندنا أسئلة كثيرة حول يعني هذا الجانب مصر أيام العدوان الثلاثي وحربها مع إسرائيل طبعاً الغرب ما أعجبهم تطور مصر بهذا الشكل فدمروا التعليم في مصر عن طريق مسرحية نعم مسرحية كلنا نعرفها وتابعناها وحبيناها مسرحية مدرسة المشاغبين طب يعني إلى آخره الناس عارفين المقطع هو أول شيء أنه هذا المقطع أثار حفيظة وغضب كثير من الناس محبين يعني لهذا المسرحية تعرف فيه ناس يعيدها أربع مرات في اليوم في فترة من الفترات وفيه ناس يشوفها لليوم وبعدين فيه عمالقة كانت تحفظوا من أنه أنت تجي ببساطة تنسف العمل بهذه الطريقة الأمر الثاني والآدها والأمر أنه هذا الرأي نفسه طرحوا الملحن عمر مصطفى قبل ذلك اعتبروا للبعض أنك سرقت هذه التصريحات وغلفتها بطريقتك كيف ترد باليوم؟ إيش المشكلة لما شخص من الناس قال كلام وأنت عجبت فيه أول شيء أنا ما عمري سمعت مقطع ملحن عمر مصطفى عمر مصطفى ونعم والله فيه ما عمري سمعت مقطع ولكن أنا هذه وجهة نظري أنه مدرسة المشاغبين شوف كم سنة صار لها وأنت قلتها الآن قلت أنه إلى الآن الناس تشوفها وترددها وغير كذا هذا فيه دلال على كلامي أنا نقابة المعلمين في مصطفى ذاك الوقت طلعوا وقالوا فيه اختلاف عندنا في المدارس أنه صار فيه كل واحد يقلد كاراكتر معين وفيه تطاول على المعلمين هذا ليس شيء صحي يعني نحن الكوميدي أنا قلت لك أنا مهجبين على الإمام وغيره ومن الأساطير اللي في الفن ولكن لما في مسرحية معينة نحن نشوف فيها سلبيات كثيرة نذكر سلبيات ليش ما نذكرها عندنا يعني علي حنا يعني مشكلتنا نتكلم أحيانا أنه ما عندنا يعني حقوق النقط الناس ما تتقبل النقط ولما ننتقد الناس اللي يعني هم دائما ينتقدون لا يزعلون لا بس نشوف نحن نتكلم اليوم عن كوميديا سوداء نتكلم عن كوميديا ساخرة نتكلم عن ليش أنت ما لفت انتباهك استمرارية هذا العمل يعني أوكي خليط العربعة خمسة عشرين يقلدون عاد الإمام في هذا والمعلم الفلاني يشتكي أنه هيبة المعلم راحت مش معلم فلاني هي نقابة المعلمين في مصر ايه اختلفنا بس هذا العمل هذا المعلم هذا المسنتر يشوف المسرحية يروح العرض يوميا سؤال الأهم ذاك الوقت قلدوا ناس بس بعد ذلك الأجيال اللي بعدها كلهم الحين صاروا ضحية المسرحية ولا هذا العمل بقي خالد وجميل ويعني خلي الناس تبتسم وتبتهج ما المشكلة في ذلك طبع علي هذا مش يعني يعني ليش كلنا هل الحل أن كلنا نتحول إلى منظرين لكل ناس الفنان والكاتب واللاعب لا 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 أنا أقول كذا بالعكس أنا دائما أنا شكلتك بشوي كلامي قلتنا نحتاج حتى الكوميديا أن يكون فيها رسالة إيش الرسالة اللي طلعت منها مدرسة المشاغبين أنا أسألك علي إيش الرسالة اللي طلعت منها للمجتمع يعني أنا بأعليش أنا هنا بوجه لأسئلة ما أنسي طيب خلاص أنا خليني أقولك أنا بسألك يعني هل كل الأعمال عندها رسالة كل المسرحيات أنا موم أنا ما لي معني أن يقولك كل المسرحيات أنا أتكلم عن مدرسة المشاغبين كان لها تأثير في التعليم في مصر وهذا مو كلامي أنا هذا وزير التعليم في الحقبة الزمنية هذاك هو صرح برضه قال مدرسة المشاغبين كان لها تأثير علينا وانت عارف كان مصر رائدة في التعليم وكانت يعني واصل المرحلة يعني قوية جدا في التعليم أنا أعتقد أن الريادة إذا كان هناك ريادة في التعليم مسرحية تقتل هذه الريادة في مشكلة في الريادة لا لا أنا ما أتكلم أنا ما أتكلم حتى كانت في الخليج وبالنسبة لأنت تقول يعني هل التعليم إلى الآن مستمر بسبب هذه المسرحية يعني نزول مستوى التعليم بسبب هذه المسرحية نعم هي موجودة في اليوتيوب مثل ما قلت أنت شوفوا المشاهدات فيها عالية جدا حتى الأطفال يدخلوني يتابعونها لأنني ممتع كيف الواحد طيب أنت قلت شفت المسرحية طبعا شفتها كم مرة شفتها أقولك الصراحة ما عمري شفتها كاملة أشوف مقاطع منها طيب أنصحك تشوفها كاملة راح تمبسط فأصلوا